في الفازلين أختي تزولي تسبوغات تغولي لوجيه ديالك كالبدر كالقمر صافي حليب ما شاء الله الله مبارك عندك شي سميرار عندك شي تسبوغات عندك شي طاش كل شي غتودعي بفضل الوصفة ديال اليوم اللي هي وصفة الفازلين اللي ان شاء الله ما شاء الله عليها غترجعك في سن العشرينات بنسبة للنساء اللي هما مثلا في سن الخمسينات والستينات عندهم تجاعد عميقة تجاعد كتيفة تجاعدية تقيلة كما كان قولوا فاليوم أختيها ستخلصي من هذا الشي كامل بالوصفة المعجزة ربانية اللي هي وصفة الفازلين تمنى تعجبكم تمنى تنال الردة ديالكم لبنات تزول حتى نمشو الكلاف 13 تسبوغات كترتب لعبو ديالك يعني اللي عندك لعبو سانسيب لبشرة ناشفة فاختيرة كترتبها وكترتبها ما شاء الله عليها كي يحمق عن تجربة لبنات غير شربوها وقلنا في كومنتا كيف يفجزكم واشعجباتكم او لا ما عجباتكم انا را كنتظرت على عقادة ديالكم كاملاتين من كومولا وشميع لي كومنتا كنقراهم فالمهم حافباتي ديالكم ولكن لا تنسى ناشفة كما نقول لكم دائما من اللايك ديالكم الاشتراك ديالكم في القناة وتفعلكم زال جرس لكي تتوصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد وكل ما هو زويد وابتداء من اليوم او ديالي حتاج حاجة مثالي فان دوتان نتمنى البنات هاد الوصفة ان شاء الله نهار العيد وتبانو في ابها احسن حوله ويرى عبارة عن ماسك وحتى الشعر الزائد من الوجه يعني حتى لك انت تعاني من شعر الزائد فهاد الوصفة را كتعالج كل شي خاطير كتخلي الجسم كي يشميع ديالها فلوجيه ديالك وحتف اي بلاسة ايد ديالك انت تعرفوا على مقادرة وطريقة تحضير استخدام وستعمال الماء اول حاجة كما قلنا هي الفازلين الفازلين انواع واشكال انتم عارفين ديما كان باختاج معكم انواع الفازلين كنقول لكم هاد الاشكال هذا الفازلين ديال السعودية الزرق يكون طبيعي بيومة في تاشينكها وكين انواع اخرى من نفس اللقام ولكن يبقوا فيه منكات هذا الزرق يتوتم على البشر الحساسة بالحساسة بزاف فالماء يتوتم عارفين من ينفع وعارفين المزايا فكين هاد النوعية هاد بدوني بزاف وقد خطاجه معكم حتى بعد الانواع الاخرى ديال الفازلين هاد هو البناز اغير ديال الخمسة درهم زوينين صراحة هاد ويضعون خمسة درهم لدينا اخذوه مستدرهم باكين درهم ويلكن هاد يبقوا زوينين كين فيهم بزاف ديال النكا هاد كينت الفانيلا بالنسبة للمجاوين أجل الوضع الغزال الغزال يشبه نتائج اضافة الكوعة المطافة نحن نأخذ الكوعة نحن 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 الزرق تجربة الناتورة فنكيهبل يجب أن يكون هناك في المحلات تجارية لا يكون لديهم مالي الماكياج لا يبيعون هذا النوعية لا يبيعون لكن في المحلات تجارية لا يتبعون هذا ما أريد أن نوضح يجب أن يكون لكم يجب أن يكون الخزامة يجب أن يكون بالخطف سوف نضيف مش مرحة يجب أن نضيف من الوقت والمكورد رائحة التفاح ليست اكتبار رائحة التفاح خضر ويمكن أيضا استخدموا به خلفه خدمات المكونات كونات الأساسية تحتاج العسل عسل السكر عسل السكر كمية تحقق العسل نحن 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 هذه المنظر لنشاركته لنشاركتها نوعية الروز نوعية الروز صغر البويد تصبيب تسبق تخذه بعينكم الماء 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 البيض لا تحتاج بيض 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 نضيف ملسك ملسك بيض ملسك ملسك تحتاج بيض جميع الأمم اضيف الماء البيض بيض بازلين عسل بودور زرعة الكتن اضع الكتن لتقبط للتجاعد سيكون لكماش 90 عام سأضع الكتن تضيع الكتن بلما تضع الكتن ومنذف بزرعة الكتن هي المزكة بودور وهاي الطحون وهاي بعد كما قلنا بودور الكتن تضع الكتن من بين احسن ورق الحمام ورق المطبخ هو حدود نوعية لكي تكون مزيانة لكي لا يتفرتد حبيبتي كما قلنا وهي كالتالي سوف نأخذ بياض بيضة لا نأخذ صفار بيضة غير بياض بيضة بياض بيضة وهذا صفارة البيضة لا نأخذ بيضة 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 زرعة الكتن عاد العسل عاد الفازلين ونطبقوا الوصفة ويمتبعوا معي خطوة بخطوة كيف يستخدموها لا تنسوا عفاكم البنات شكرا 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 قد اشتركوا اخذوا اخذوا كل ما هو زوين سوف يفيدكم أحرك تحرك ثم 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 زرعة الكتن اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم الى القناة لا تجد عقدة 100% لا تجد عقدة 100% لا تجد عقدة 100% نضيف العسل أفضل عسل ومع العسل نحن نقوم بأسكار ومع أفضل عسل سوف نفعل العسل ومع أفضل العسل نحن المحضن اخذها كآخر خطوة نستخدمها في الوصفيني كاخر حاجة نضيف الكيمياء قليلة جداً ديال السعودية ولكن ليس بالشرط ممكن نضيف أي نوعية متوفرة عندك من طبيعة الحال اضفت الملعقة نتمكن من الوقت نضيف الملعقة لا تدب الناس لإخلص الغزلة بقوة نضيف الملعقة بعد إخلاط البلعقة قم التجربة تصبح الوصفة تتضيف الوصفة على مدى يجب لك تباع المدى 30 درام و 35-70 درام اختي لا تخسري فليساتك في ماسك يجريه اليوم و لا يجريه غير في الساعة و يتحيي اخذي هذا البيجينيك اعزاكم الله و تبدأي خدامة لا تقبيلي العينين و النيف و الفم اخذي غير هذه الوريقات و تتمي جبهة و تلسقيها تحت من كل بلاصة و سهلت الخدمة اختيارات اما تدري الوصفة او تدريها بفورشيت او تدريها بمعلقة مالبنات الجناب اتمنى تكون واضحة لكم الصورة كي يتبتك الماسك لا يتبتك الماسك الطريقة واضحة و بينها بيتم يتبتك الماسك لا يتبتك الماسك دي ما بجنابتك تدريها الوصفة باش هذه الورقة تبتلي الاو تبتلك بكل سهولة انتوما حبيباتين نتمنى هادي الشيء كون واضحة و بينها ايضغيات يتبتت لي هناك او من بعد كتبت ورقة اخرى و تتمي غالته كتبتك الماسك لنضيف كامل لذلك تتخذ معي القهام لأنه لديك الفازلين تصدق لك و تتخذك و تركيز ورقة لذلك تخسر لأنه الوصفة تجربة أجهاز تجربة أجهزة بإمكانك جهاز نقوم بإمكاني ورقة واحدة ورقة واحدة نغطيها اضافة ورقة غلية نضيف ورقة فوق من هذه الطبقة نضيف ورقة واحدة ونضيف ورقة واحدة نضيف تحديد ورقة واحدة ونزيد الى تباقية والقناة لا أفضل الفيديو لنجح مع الجميع خمسة دقائق عشر دقائق سوف تفرقها في حال عملتي البوتوكس ما شاء الله سوف يكون عمرك حتى تسعين عام يديرها وحدة لها شابة يديرها كبيرة وصغيرة المهم تخليها تبتيها تزيدي ورقة أخرى لا تريد أن يبقى لك الختية طريقة تنشف عشرين دقائق ثلاث ثلاثين دقيقة تحتوي على المشي الجنب والشعر يطير الوسخ يطير ماشاء الله وماشاء الله تتموها تموها من هذه مغادرة وكلام الأخرى ومقى جنب تتموها ولا ينزل لكي لا تقوم بطاق أعطيها للغسلة الوسخ أغسلها في الصحة و الراحة و الوقت لطبيعة ارتبها مرتب و المرطب و المضيف لها الغسلط اليوم المرهما ولا بلسم ولكن ما شاء الله ما شاء الله اللهم باركي ما كنقولوا يعجزوا اللي سار عن الكلام فانتمنى تعجبكم انتمنى تجربوها وداجا راح كترتب يعني بلا ما تحتاج الترطب ولكن البنات اللي كيعاودوا يزيدوا رطبو خصوصا ناس اللي يوم ما عرضت التجاعد سواء الكثيرة ولا القليلة فممكن ترتبي ولكن ناس اللي عندهم بشرى عادية فما كينلاش لانو داجا احنا مستخدمين الفانزلين اللي هو كيرطب وبسحور راح راح تلوس غيبة اللي يكون فهد الورقة هاتي ما شاء الله هالبنات حلاء الغزولة ديالها انتمنى تعجبكم واهم حاجة عندي من هالشي كامله هو تعجبكم وتجربوها تجربوها ثم تجربوها بسحور راحة ونتلقى معكم في فيديوهات مقبلين ان شاء الله الى لقاء حتى الفيديوهات ما جاي بإذن الله